اشتركوا في القناة فلليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك في محافظة صلاح الدين حيث تحاول القوات العراقية التقدم نحو وسط مدينة تيكريت وناحية العلم شمالية صلاح الدين وقضاء الدور بجنوبيها من ثلاثة محاور جنوبا من مدينة سمراء وشمالا من جامعة تيكريت وقاعدة سبايكر العسكرية وشرقا من محافظة ديالا وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير الزيدي لوكالة الصحافة الفرنسية ان الهدف من العمليات الجارية في صلاح الدين هو منع تنظيم الدولة من تنفيذ الهجمات وقطع طرق الامداد والتواصل بين عناصره ومحاصرة المدن تمهيدا لاكتحامها وأوضح الزيدي أن القوات المهاجمة تمكنت من تدمير خط الدفاع الأول لتنظيم الدولة وهو ما أدى إلى فرار المسلحين وانسحابهم إلى داخل المدن وبحسب الخطة المعدة فالعملية المشتركة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحجد الشعبي وكتائب المتطوعين والميليشيات تتقدم تدريجا وببطء بسبب تفجيرات القنابل على جانبي الطرق ونيران القناصة تم دق أو كار الدواعش المتواجدين بالمدفعية والطائرات والقوة الصاروخية التي متواجدة في المنطقة وإن شاء الله سيهزم داعش من هذه المناطق والمناطق الأخرى وسنطارده إلى أبعد منطقة أو أبعد قطعة أرض في الأرض العراقية وتعد العملية الحالية أكبر هجوم تشنه القوات العراقية على تنظيم الدولة منذ سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في يونيو حزيران الماضي وهو ما يعد بمثابة اختبار للعملية المخططة لها لاستعادة مدينة الموصل عاصمة خلافة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق علما أن تكريت مدينة صغيرة تبلغ مساحتها 15 كم مربعا في حين تصل مساحة الموصل إلى 400 كم مربع وهذا ما دفع خبراء ميدانيين إلى اعتبار أن ما يجري اليوم هو بروفا عسكرية لحرب استعادة العراق حرب الصيف الساخن